بعد قرن من زمان نفس السيناريو يتكرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلافات عميقة تلقي بظلالها على افتتاح الكونغرس فبعد أربع جولات اقتراع متتالية فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيسه والسبب رفض بعض الجمهوريين من الجناح اليمين المحافظ وحزب الشاي ومؤيدين لترامب التصويت لصالح كيفين مكارثي ما يضع مستقبل هذا السياسي على المحك إذا لم تنجح مساعي كيفين مكارثي في إقناع المعارضين رغم عدد من التنازلات التي قدمها وردوخه لدعواتهم المطالبة بإجراء تحقيقات عميقة تطالوا ديمقراطيين من بينهم الرئيس جو بايدن بعد سيطرة على المجلس فهؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي وقال مات جايتز النائب عن ولاية فلوريدا إن كيفين لا يؤمن بأي شيء وليس لديه ايدولوجيا في الأثناء اجتمع كابين مكارثي خلف أبواب مغلقة مع مجموعة من المحافظين من اليمين الذين يرفضون منحه أصواتهم ليصبح رئيس مجلس النواب في وقت يشهد فيها الكونغرس فوضى كبيرة ويحتاج انتخاب رئيس مجلس النواب أغلبية من 218 صوطا وهي عتب لم يتمكن كيفين مكارثي من بلوغها إذ ينقصه 16 صوطا بعد أن قرر نحو 20 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه وفي حال فشل مكارثي فإن العضو الجمهوري في مجلس النواب الثاني نائب ستيف سكاليس من لويزيانا يبدو خيارا واضحا وهو محافظ محبوب على نتاق واسع من قبل زملائه وينظر إليه البعض على أنه بطل ويمكن لانتخاب رئيس لمجلس النواب أن يحتاج لأكثر من جولة اقتراع فقبل قرن وتحديدا في عام 1923 اختار النواب رئيسا للمجلس بعد أكثر من جولة اقتراع وفي عام 1855 لم ينتخب النواب رئيسا للمجلس إلا بعد شهرين و133 دورة اقتراع أما ترامب فقد كتب على موقع تروث سوشل بعد إرجاء جلسة مجلس النواب أمس كتب يقول أن هناك الكثير من الاضطرابات غير المبررة في الحزب الجمهوري محملا ميتش مكانيل بشكل خاص مسؤولية الانقسام محذرا من تحويل النصر إلى هزيمة محرجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة